لا ضرر ولا ذرار معناه لا ضرر ابتداء أي أن الشريعة تنفي الضرر بأي وجه كان وعلى أي حال كان وبأي نوع كان تنفيه ابتداء ولا تأذن بوقوعه على أي وجه من الوجوه وعلى أي صورة من الصور وعلى أي حال من الأحوال وبأي نوع من الأنواع وبغض النظر على من وقع وممن وقع فهي لا تأذن به ابتداء وأصول نفي الضرر وأدلة نفي الضرر هي قطعية في هذه الشريعة المباركة قطعية كلية في هذه الشريعة المباركة لا تنخرم إلا لدليل معتبر في قوة الدليل العام أو أقوى منه في قوة الدليل العام من حيث الثبوت أو أقوى منه من حيث الثبوت وهو من حيث الدلالة أعني الدليل الخاص أقوى من الدليل العام من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت فقد يتساويان كما هو معلوم وقد يكون هذا أقوى من هذا فيقدم الخاص على العام كما هو معلوم فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ضرر هذا نفي لجميع أنواع الضرر لأن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فهي تعم إذا جاءت النكرة في سياق النفي فهي تعم لا رجل في الدار لا أحد في الدار لا ضرر هذا أصلها ولا ينخرم هذا العموم إلا لدليل خاص معتبر كما سبق بيانه ترجمة نانسي قنقر